تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة وأولياء العهود وقد أعرب سموه فيها عن أطيب تهنيه وخالص تمنياته لهم بمنفور الصحة والسعادة داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على هذه الدول وشعوبها بوافر نعم الخير واليمن والبركات ويرفع عن الجميع وباء جائحة فيروس كورونا وعودة كافة الأمور إلى طبيعتها لما فيه الخير للبشرية جمعاء ترجمة نانسي قنقر